من ضمن الحاجات يعني بردود الأفعال بتجي لك يعني يعني مثلا الأستاذة ثمر محمد رفعت مديرة مدرسة الحرية الثانوية إدارة غرب الزأزي محافظة الشرقية هذه السيدة المحترمة المربية الفاضلة بتقول بتسألنا يعني هل ممكن أخذ مجموعة من الطالبات في المدرسة من الزأزي وروح أزور العاصمة الإدارية الحقيقة أنا اتبسطت جدا من السؤال وخدنا السؤال وإن شاء الله المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة أو رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة وإن شاء الله بإذن الله نشوف الموافقات هتمشي إزاي وانبلغ الأستاذة ثمر محمد رفعت مدير مدرسة الحرية الثانوية إدارة غرب الزأزي بهذا الموضوع أعجبني إيه في الفكرة دي؟ أنه أنت نقلت العاصمة الإدارية بهذا التقرير اللي فيه جزء كبير شعبي نقلته ليه أنه فيه مدارس وطلبوا على فكرة مش الأستاذة ثمر بس أستاذة هدير في إسكندرية أستاذة كلهم على فكرة مدراء مدارس أو مديرات مدارس الأستاذ أحمد الأيوبي في الده أهلية كل دول دخلوا على الصفحة وتكلموا هل ممكن أن نحن نزوره؟ الناس بعطوننا على واتساب هل ممكن أن نحن نزور العاصمة الإدارية الجديدة؟ الحقيقة كله كان طلب واحد فإحنا هنشوف موضوع الأستاذة ثمر إذا نجح هننتصل بالأستاذة الآخرين ونشوف المسألة أو كلهم يروح في يوم واحد بس نشوف الأول الإجراءات اللي في العاصمة الإدارية تمشي إزاي عشان إحنا مش عايز أفتف شيء أنا لا أعلمه إحنا ناخد خدنا هذا الأمر وإذننا عبد العليم بإذن الله حيتواصل مع المهندس شيربي الشربيني والمهندس أحمد العربي والمهندس أحمد عماني كل دول الحقيقة يعني على رأسنا من فوق وتعبوا معنا جداً في الزيارة فهناخد رأيهم الأول ونبلغ حضراتكم بما سيتم في هذا الإجراء لا فنبقى لكل الناس اللي خدت عادة تقييم العاصمة الإدارية الجديدة هما كانوا فاكرينها أبراج أبراج بس كانوا فاكرينها للأغنياء بس إحنا وصلنا لهم المعلومة على إنها لكل الشعب المصري وهل يمكن أن نحن نزور أضخم مدينة رفهية في النهر الأخدر اللي هو النهر الأخدر هل ممكن نروح برضو دي لازم الأستاذ أحمد أيمن مش كده أستاذ أحمد أيمن مدير مشروع النهر الأخدر لازم برضو يقول لنا هل ده متاح ولا لا وأتمنى يكون متاح لكن لو مش متاح برضو هنبلغ حضراتكم في هذا الأمر فشكراً جزيلاً للمتواصلين معنا وشكراً جزيلاً لكل الناس اللي تشتغل معنا في هذا الأمر مدينة رفهية